في اطار التنمية الزراعية بالبلاد تجاعت الانطلاق الرسمية لانشطة جمعية زي سورو في تريه من اجل التنمية وذلك بقرية تار سورو التابعة لمركز اداري ريفي ياو بولاية البطهاء لقطع الحصاد الزراعي لهذا الموسم خلال الحفل رحب الامين العام للجمعية محمد جبريل بالهضور للتشريفهم المناسبة عما رئيس الجمعية محمد قدا حارون تحدث عن الهدف من انشائها رئيس مركز اداري ريفي ياو مختار محمد عبدالكريم مالقوس خلال كلمته اكد ان رئيس المجلس الاسكري الانتقالي محمد ادريس سهدي باثناء وضع القطاع الزراعي من اولويات الهكومة الشادية كما طلب من جميع شباب مقاطعة فتري التركيز على الامن الغذائي واضاف ان الزراعات تعد الثروة الثانية للاقتصاد الشادي مقدما شكره للجميع على ما قامت به من اجل تنمية المقاطعة للاشارة ختمت المناسبة بقطع الحصاد الزرائي الذي تم انتاجه من قبل سكان قرية تارسورو اشتركوا في القناة